اهلا بكم في حلقة خاصة من قناة مع بعضينا من يومين كده قدمنا حلقة عن اضافات للشينيور وكان كل المنتجات من موقع بانجود الصيني والحقيقة دي فرصة كويسة وتوقيت هايل ان اقول لكم على اخبار كويسة واجوابكم على اغلب الاسئلة اللي جاتني في الموضوع ده اول حاجة موقع بانجود عامل خصومات قوية جدا ومسابقات هايلة وجويس كمان لفترة الصيف بقى والخصومات هتشتغل على جميع المنتجات خصومات كبيرة وجبارة فعلا انا قدرت احصل على بعض المنتجات دي بخصومات مميزة يعني عشان اعرضها عليكم بس انا قلت اقول لكم عشان تلحقوا العروض دي قبل ما تخلص وان شاء الله هبقى قدم لكم شرح للأدوات اللي قدرت ان انا احصل عليها يعني مثلا فيه ألعاب بتشارك فيها في المواقع وتكسب جوائز فورية وفيه عرض انك تشتري قطعة وتحصل على جايزة مجانية او قطعة تانية مجانية ممكن كمان تعمل شير لبعض العروض المعينة على اي صفحة ليك من مواقع التواصل وتدخل السحب على جوائز كتير مجانية ده غير موضوع امطار الكوبونات فكرتها حلوة وبتدي لك كوبونات وهدايا كتير اهم ما في بان جود الكوبونات انت ممكن تجمع 30-40-50% من سعر اي منتج قبل حتى ما تشتري وموقع بان جود تفاعلي فيه قلعات كتير ممكن تكسبك جوائز او كوبونات جات لي بقى سئلة كتير بخصوص موقع بان جود خلينا نجاوبها وان شاء الله ربنا يقدرنا ونستوفي كل النقاط يعني مثلا ايه نظام الشراء والجمارك ووقت الوصول والكلام ده كله اشتريات الموقع انا بقسمها لجزئين الالكترونيات وباقي الموقع كله لان معاملة الالكترونيات في اي جمرق في العالم بتختلف عن معاملتها مثلا لرياش نيور او مزام مية ولا مزر بورد ولا مقاومة ولا مكسف ولا اي حاجة الالكترونية وبما ان مصر احنا هنتكلم في الموضوع ده على نقطتين ام الدنيا لوحدها العالم كله لوحده ونبدأ بالجزء الاول اولا لازم يكون عندك فيزا اي فيزا من اي بنك بس انا بنصح الناس اللي عندها فيزا والناس اللي ما عندهاش فيزا انهم يعملوا فيزا مخصوص للشراء من على النت هي فيزا بتكون مخصصة فقط للشراء من على النت يعني ما فيهاش صاحبة على المكشوف ولا فيها مخاطر بتعايز تشتري حاجة بمية وعشرين جنيه بتحط مثلا في الفيزا مية وثلاثين جنيه وكده انت في السليم وفي الامان والفيزا دي تقدر تعملها من اي بنك بجرد بالبطاقة ويرسومها تقريبا خمسة وسبعين او تمانين او ميت جنيه بالكتير ثانيا تشترك طبعا على موقع بانجود اسمك ميلك عنوانك البيانات الاساسية الكلام ده مفهوش مشكلة ثالثا تبدأ بقى تشوف الحاجة اللي انت محتاجها ايه وتشتريها وتزبط الكلام ده كله مفهوش مشكلة بتظهر لك بقى رسالة على الموقع او بتجيلك رسالة على موبايل او في الاميل ان اللي انت طلبته اتجهز للشحن بدأ يتشحن اتشحن ووصل للميناء وهكذا يفضل يتابع بقى معاك خطوة خطوة الشحن بتاعك فين رابعا خلاص بقى حكتك وصلت مصر حسب خط التتبع اللي انت ماشي وراه في الغالب والقاعدة العامة ان الحاجة بتوصلك لحد البيت بيتصلوا بيه في مكتب البريد ويأكدوا منك العنوان ويقولولك في جمارك قد كده وضريبة قيمة مضافة قد كده تقولهم اوكي بعتوها او انا حاجة استلمها لو انت مستعجل ومفروض ان المعدات مفيش عليها جمارك قيمة مضافة بس انما برضو مش قاعدة وطبعا لو انت ساكن في القاهرة غير اسكندرية غير اللي ساكن في اسوان كلما المحافظة تكون ابعد عن القاهرة بتكون المدة اطول شوية وفي الغالب الحاجة بتوصلك ما بين اسبوعين وشهر حسب الحاجة اللي انت شاريها وهل هيفحصوها بقوة ولا عادي معروفة وهتعدي ولو هتستخدم شحن اسرع في الموقع بتوصلك في فترة اقل بس بتكون تكلفة الشحن اغلى شوية بالنسبة بقى للجمارك في الغالب اي حاجة مش الكترونية بتكون جماركها بسيطة ولو عدد وادوات ما بيكونش عليها جمارك انما لو في جمارك كان بالتحديد ولا حد عارف حسب مزاج ورغبة الموظف اللي استلامها الصبح يعني انا وانت اشترينا نفس المنتج الشنور ده انا حدفع عليه 100 جنيه جمارك وانت حيدفعوك 31 جنيه ونص ايش معنى 100 جنيه وش معنى 31 ونص محدش يعرف انما المفروض وغالبا انها بتكون نسبة من السعر اللي الموظف حاسس ان ده تمن الجهاز لان الموظف ممكن ما يعترفش بالسعر اللي في الفاتورة ويديله سعر تقديري عن اكبر قيمة جمارك دفعتها كانت 120 جنيه والباقي يا ما بدفعش غير القيمة المضافة يا جمارك بسيطة بس انا لما بحس بتكلفة المنتج نفسه مع الخصومات بقى اللي الواحد بياخدها والكبونات واضيف عليهم الجمارك برضو بيفضل سعر المنتج ارخص من اني لو اشتريته في مصر ده غير انك لما بتشتري المنتج بتاخد نقاط تصور المنتج انه وصلك بتاخد نقاط والنقاط دي بتتحول للرصيد تستعمله بعد كده في الموقع نفسه وتشتري سلع ارخص باكد كلامي ان كل ده للمنتجات الغير الكترونية لان المنتجات الالكترونية بتاخد لفة كده في وزارة الاتصالات ويكشفوا عليها وتدفع انت رسوم الكشف والكلام ده كله ويمكن تتأخر شهور في اللفة دي كده خلصنا الجزء الاول مصر نيجي بقى للجزء التاني وهو العالم كله الوطن العربي والشرق الاوسط بالتحديد انت بتشتري بتتبع بالفيزا او الصراف بتوصلك الحاجة لحد البيت وشكرا ارجو ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم منها اشوفكم بخير وغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام عليكم